أهلاً بكم من جديد أعلنت قيادة فرقة العباس القتالية انطلاق عملية واسعة هي الأكبر لتطهير الصحراء الغربية من خلايا داعش الإرهابي وقالت القيادة في بيان صحفي إنه تضامناً مع ذوي الشهداء جميعاً تنطلق هذه العملية التي ستشمل 450 كم تبدأ من قاطع غربي الأنبار إلى الرطبة مروراً بوادي الغدف وصولاً إلى الحدود العراقية استناداً على معلومات وجهد استخباري مشترك وأضاف البيان أن الهدف الرئيسي من هذه العملية هو تطهير وادي الغدف من تلك الخلايا الإجرامية